مرحبا بكل من يتبعنا على ميديا وبرنامجكم الصباحيات المغاربية يسعدوا كثير أن يصدف لكم دكتور متخصص في الأمراض السرطانية الدكتور حسام حداد صباح النور وأهلا بك صباح الخير أخت فرحانة تحية لك والمستمعين الكرام مرحبا بك يشرفنا كثير دائما استدفتكم وشاكل لكم دائما وفائكم وحضوركم المتميز لإغناء البرنامج دكتور الحديث عن السرطان صباحا الحقيقة ولا أزعج منه ولكن هي الضرورة تبتغي ذلك الضرورة هي أن الناس ما بغيناش نخلعوهم ولكن بغيناهم يكونوا حذرين يكونوا دائما على بال على أن أخ أفضل أو أحسن طريقة للوقاية من المراد هي دائما الوقاية الاستباقية أو التحسيس القبلي اليوم حديثنا عن السرطان شيئا فشيئا أخذي أخذ مكانته ضمن قائمة سرطانات القاتلة هو سرطان القلون وحتى أنه الآن من أجل هذا الفرض حملة تحسيسية واسعة أكثر انتشارا كيفما تعرفون مع سرطان الثدي اللي أتت الأكل ديالها وأصبح النساء أكثر وعيا بهذا الضرورة التخخيص المبكر نفس الشيء يطلق أيضا شهر مارس شهر أزرق للوقاية من سرطان القلون فشن المكان اللي يبدأ يأخذها هذا السرطان؟ هو سرطان القلون في الإبديميولوجي ديال الأمراض السرطانية هو سرطان متفشي كذلك غير هو يحتل لمرتبة الثالثة عالميا من حيث انتشار دياله بعد سرطان ديالتسادي وسرطان ديالرئة غير هو واحد سرطان اللي يكون فرق بين البلدان متقدمة وبلدان في طول النومه لذلك سرطان يظهر أكثر في البلدان متقدمة يعني أنه تقريبا واحد ثمانية تلتساعد المرات أكثر في بلدان متقدمة بغبور البلدان في طور النمو مع العين بأن حكى ذلك في طور البلدان في طور النمو بما فيهم المغرب هما واحد سرطان اللي بدأ كينمو أكثر فأكثر لأنه تنشوفوا المسببات دياله الفاكتور ديالغيسك هنفهموا بأن المجتمعات مام ديال الدول في طور النمو تهيئ والات إلي انتخان دو سوكسيدانتاليزي دونك نمات العيش ديالغيسك وليس سوف يفعل نمات ديالغ في هذا الاتجاه وهو ما يسبب في انتشار هذا المراد طيب يجعلنا السؤال اللي نطرحه بشدة هو أو اللي تفارد نفسه هو لماذا يا ترى؟ شيني الأعوام المسببة لهذا السرطان؟ هما العوام المسببة للسرطان هي عديدة دونك الأولا هو عامل سن يعني أولا سن أكثر من خمسين عام الوحيد أنه 90% في الحالات التي تم تشخيصها أكثر سن ديالها أكثر من خمسين عام لذلك الدول اللي درت برامج ديال الفحص المبكير ديالتشخيص المبكير السن ديالبداية ديال هاد الفحص المبكير ديالودي بيستاج هو خمسين عام إلى غاية أربعة وسبعين عام وغنش فهمه من بعد علاش تاني نوع من الأسباب هو الأسباب اللي عندها علاقات بصوابق عائلية أو صوابق شخصية جوجل أنواع ديالويراتها فتكين سبب عائلية أو صوابق شخصية للإصابة سواء لدينام باللوحيمات هي أورام حميدة اللي كتقدر تحول الأمراض الأورام خبيطة أولا كذلك سابق للإصابة بالسرطان دونك إلا كان واحد فرد من العائلة أو الفردين من درجة القربة قريبة جدا يعني من الدرجة الأولى هو من العوامل اللي كتزيد في الخطر ديالإصابة بسرطان القولون هناك أنواع عند علاقة بأمراض جينية أمراض ويراتية هناك نوعين من الأمراض الويراتية واحد فيهم يعني أنا كنشوفه واحد الكولون اللي كله عمر بواحد الحبيبات هذوك هما واحد الجين اللي كينتقل من أسرة من فرد للفرد في الأسرة جينيا يعني؟ نعم من جينيا من جيل إلى جيل وهذا الجين باللي كيكون تكتشف خاص وسائل للمراقبة وخاص الجراحة في سن 40 عام لأن روحيت بأن هذوك الحالات مئة في المئة عندهم مئة في المئة لخطر الإصابة بالسرطان القولون كذلك من رابع من نوع من الأنواع ديال الأسباب الإصابة الفاكتور ديالغيسك العواميل وهو الأمراض التهابية ديال المعي كينجوج أنواع كينلغيكتوكوليت إيموغاجيك وكينلا مالادي دوخون هذو الأمراض هي مزمينة اللي كتتطور عبر مراحل تكون أبل ديب بوسي وحد الوقت كتكون المراض شاعل اللي لا بغينا نقوله بهذا متهيش متهيش تماما وحد الوقت كتكون المراض طافي هذو الأمراض هي أمراض مزمينة من اللي كتفوت المدة الإصابة ديالها 8 سنين حتى العشر سنين خاص مراقبة دورية لأنه هناك خطر أكثر فأكثر الإصابة بسرطان ديالغيكتال وأخيرا هو السبب هو اللي خصنا كذلك نعرفه وهي الأسباب اللي كيمكننا نتفاداوها هذو كلهم اللي قلنا هي أسباب نو موديفيابل معنا ما نديرو لا دروري غنوصلوا إلى سنة 50 عام إلا كان إنه شي واحد فائلة لقدر لها مرة يدرم عنا ما نديرو ولكن هذو نوعية الأسباب اللي غنذكرها هي أسباب موديفي ممكننا نتحكموا فيها يمكننا نغيروها أولوها وهي النشاط البداني للشخص النشاط البداني اللي ناقص شخص اللي ما عندوش نشاط بداني كتير يقدر يتصاب هذو نوعية دير سرطان البدانة زيادة في الوزن بين الدراسات بأنها من الأسباب اللي قادر تعطيه سرطان تماما هناك نمط العيش أو لا حمية غنية باللحوم وخصوصا خصوصا باللحوم الحمراء والك خصوصا باللشاكويتخي هي اللحوم الحمراء المصنعة هي اللي كتزيد سطور خطر الإصابة من هذا المرض هناك كذلك حمية ضعيفة من الألياف من الخدر والفواكه اللي كتزيد تتبب هذه النوعية نعم هي نفتها تقريبا نفس العوامل في السرطانات كلها أنواعها كلها تقريبا يعني يظهر لنفس العوامل تركزون دائما على مسألة السمنة على مسألة النشاط الرياضي المزاول على الغذاء الصحي صحي تماما هناك كذلك من الأسباب ديال السرطان هي تدخين هو شرب الكوحول وهو من الأسباب اللي يظهر الدراسات في أنه كيزيد في خطر الإصابة ديال السرطان ديال المعيد الغالي ديال الكولون والغيكتوم دوك هيد الأسباب اللي تدخلنا في الأخير هي أسباب يمكننا نتفادوها ومنهما تدخل مسألة الوقاية الوقاية تماما دوك هنا كتكون الوقاية الأولية لبريفونسون بخيمار يعني نكن نتفادو دوك الأسباب اللي كتعطيه باش ما نوصلوش أصلا للوحيمات طيب دكتور في ظل يعني مثلا هذا الصور اللي اعطيتنا على مستوى يعني عالمي خلينا نقوله في المستوى المغاربي بشكل عام لأن البيئة واحدة والثقافة واحدة وتقريبا نمط العيش متشابه الحالات التي تظهر هي كلها فوق الخمسين سنة نفس الشيء تقريبا في حالة دول أخرى يعني نقدر نقوله 80% أو 90% فوق خمسين سنة وتصل متأخرة؟ هي حالات تصل في التشخيص إلى مرحلة متقدمة من تطور السرطان؟ للأسف تقريبا كتر من خمسين في مئة الحالات كتكون وصلات لدرجات متطورة ولكن بفضل حملات تحسيس بفضل مشهودة ديالصحفة المرئية مسموعة ومكتوبة ديالحملات تحسيس دهر الحمد للأمور كتطور أحسن فأحسن والحالات اللي كنشوفوه بعد المرات كين حالات مبكرة اللي كنا نشافيوها وهذا هو الدرورة ديالتحسيس في هاد المراد لأنه فرق كبير بين المقال ديالالأمراض اللي كيكون الأستاد ديالهم درجة ديالالمراض مبكرة بين درجة متأخرة يعني درجة مبكرة كيقدروا نشافيوها أكتر من 90% إلى 95% للأسف الدرجات اللي كتكون متأخرة كيكون حدود ديالالعلاج صعيبة وصعيبة بزاف رغم رغم التطور ديالالعلن دونك فرق كبير بين شحال هذه والآن الحمد لله الآن ظهرت علاجات مستهدافة اللي كيمكن لها تحسن المقال ديال حتى هاد الأمراض وهاد المرضى اللي عندهم درجات متقدمة طيب سرطان القلون دكتور اليوم هل يعطي مثلا مؤشرات أو أعراض نعرف جميع لأنه الكثير من الأطباء أو هو العلم بحد ذاته يقول أنه الخطر في السرطان هو أنه أعراضه المبكرة صامتة تماما فهل النفس الشيء يمكن أو من الأشياء التي تؤشر هو تماما هو مرض صامت خصوصا لأنه كين الكولون اللي هو المعيذ غاليد وكين المستقيم اللي هو البال الأخر مرحلة ديال الشهاز الهضمي هما الأعراض ديالهم اللي كيجمعهم هو الإمكانية ديال حدود الدم في الخروج نقوق في البوراز هذا كين هاد الإمكانية اللي المريض خسرت لها البال كين واحد الإمكانية اللي دائما كنشيرو لها وكننحسو بها المريض وكذلك الأطباء العامين وهي أنه بعد المرض كيكون الخروج كيكون الدم في الخروج ولكن للأسف كنلقاوا بعض البواسير أم كش كنقولوك هنحبسوه عند هاداك تشخيص ديال البواسير وهذا خطأ فادح وفادح لجنتين لأن البواسير كتبراه كتشافه وما كتبقاش تسيل بالدم ولكن خاسنا دائما هاداك سكونا بين الدياغنوستيك ديالي من السون آخر حاجة سنوقفو عليها هو البواسير خاسنا شوفوا ما وراء البواسير يعني حتى لو كانت الحالة ظهر فيها مسألة بواسير وعالجنا هوا صافي بتحديد إلا البواسير عالجنا هم ما ياخدش لوقت العلاج بقى طويل ولكن إلا استمرات الأعراض إلا البواسير تفشو إلا تحسنوه ولكن بقى الدم في البوراس بقى أعراض أخرى من غير الدم يعني أن المريض كتجيه بحال الرغبة أنه يمشي للمرحاض ولكن من اللي كيمشي ما كيدير والو كيدير غير شي شوية ديال الخيوط شي شوية ديال الغازات وعلاش لأنه هناك ورم هو لي كيهي جهدك الرغبة في دخول إلى المرحاض ولكن في آخر المطفرة غير الورم يمكن تشخيص المسألة ضروري سريريا غير هو سريريا كان مرحلتين كان مرحلت الفحص السريري اللي كان قلبو المريض ديالنا وأسبوع ديالنا أتخافي المخرج ولكن كان هناك الفحص بمنذار اللي هو عنده مكانة دياله مهمة في هاد شخيص لأن الفحص المنذار كيمكننا باش نشوفوه الغالبية كل الكادغ كوليك المعي الغالبية كيمكننا نوصله له كامل باش كنشوفوه من المنذار باش كنشوفوه شكين شي حبيبا وشكين دابوغ وشكين ورام اللي كيمكننا ناخدوه منه عينة ونديرو تشخيص أو لا إلا كان عنا حد أكثر وهو نوصله له هادوك البتي بوليب دوك الحبيبات كيمكننا نحيدوهم كيبانو 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 لأنه كي إلا حيدناهم كنكونوا عاو تاني سبقنا الحالة وكنكونوا حمينا المريض بأنه يوصل لهاديك الإفوليسون ديال السرطان لأنه اللي قسنا نعرفوه أنه سرطان كنا مليك كيبانفلول على شكله بوليب ولكن كيقدر ياخد حتى العشر سنين دوك إلا استابقناه قبل وحيدنا كنكونوا زدنا من حدود ديال أننا منوصلش للسرطان طيب هناك من الأشخاص من يظهر لديهم أورام هي أورام حميدة بعد التشخيص وبعد الفحوصات الطبيب يؤكد لهم على أن المسألة مسألة حميدة ولكن الإشكالي أين يقع هو أنه هذا الشخص رغم طمأنة الطبيب له إلا أنه الخوف والهلع يعني يركبوا بهذا المفهوم فهل دائما معناه على أنه وجود ورم حميد حيطة وحضر لازمين أنه فيه إمكانية أنه الشخص يطور لا هو ورم حميد إلى حيدنا كنكونوا عنا حدود رفعنا من حدود عدم هنا كذلك بعد العوامل اللي كتخلينا بطبيعة الحال ورم حميد حيدنا ما كنحبسوش هنا كن دائما عامل المراقبة يعني أنه خاصنا إن كولونوسكوبي حنا نفحص بالمندار سنوات من بعد على حسب الحالة في حالة بيلا كانوا عنا حمليش فينا المندار نلقينا البوليب لقى قل من ثلاثة نلقينا هذوك البوليب الحبيبات لطايدين لهم قل من سنتيمتر نخذ هذو عوامل كتبشرنا كثر يعني أنه كان عاودوا كميم لكولونوسكوبي من تقريبا من ثلاثين حتى الخمس سنين من بعد مع العين بأنه عنده حدود قليلة بأنه يولي هاتش سرطان بينما منك يكونوا عاوديني البوليب بكتر من ثلاثة ديال البوليب نكيكونوا اللطايد ديالهم الحجن ديالهم بكتر من سنتيمتر وخاك نحيدوهم خاصنا ضروري نتبقى المراقبة باش نشوفوه واش كين عوامل الخرى اللي كتأديل سرطان نصل معك إلى نقطة إيجابية بعد كل هذا لأنه الضرورة دائما تحتم علينا ذلك هو ضرورة الوقاية والتحسيس تحسيس السادة المستمعين ونتمنوا لهم دائما الصحة والسلامة الكشف المبكر من نسبة لكم حدود الشفاء تصل حتى لتسعين في المائة لكن كان الفحص ديالوك مبكير الجراحة كتكون استباقية كتكون جراحة كونسيغفاتخيس ماشي ولا بدا كان نقدرون ما نحتاجوا شقاع العلاج الكيموي وعلاجات أخرى دونك هي حالات اللي كتكون الحدود الشفاء كبيرة وكبيرة جدا مع العلم بأن دائماً ملي كان نعال جمارية ديال سرطان ضروري مبعد خصة نكملوا المراقبة اللي كتبقى تكون دورية الأدوية في هذا الخصوص خصوص سرطان القلون الأحداث العلاجات هناك علاجات مستهدفة لحالة البلاس ديالها ماشي في درجات المبكيرة دونك هي درجات اللي كتكون درجات ماشي متأخرة فالك يكون المرض واصلة متقدمة تماماً غير هو اللي اللي خصنا نخرج منه دائماً هو نقطة إيجابية يعني أنه وخا يكون المرض متقدم ماشي دائماً نكون دالو مالاد لأنه أسف بعد المرض كان لحظو حالات لأن المريض ممكن نشوفه بأن المرض متقدم شوية صافي كان قوله العائلة ديول الدار لا هناك بزاف ديال الحويش كان قدروا نديروهم بما فيها علاجات مستهدفة اللي كتقدر تعطينا تحيد المرض بصفة نهائية مسألة تعامل مع المريض في هذه الحالات هي مسألة الحقيقة بغاية من الأهمية وخاصة تعامل طبيبه المشرف على علاجه لأنه يعطيه كثير من الأمل والأمل والحالة النفسية هي عامل مساعد على مسألة اكتمال شفاءه ضروري المساعدة النفسينية ديال المريض وليس فقط من المريض لأن المريض يعيش في وسط دياله مريض وعائلة دياله دونك خاصة ضروري مواكبة ديال المرض من وقت إعلان عن المرض من النص لما لديه خاصة يكون مواكبة ديال المريض إلى غاية مراحل العلاج لأنه لحسن العوان المريض هو حاول وقص كي عياه كي كيميل اللي لا بغن نقوله من العلاج من كي يأس ولكن دور ديال الطبيب دور ديال التقم معالج وكذلك دور ديال العائلة اللي كتكون معاه هي أنها تشد من أزره تشد من أزر دياله باش يقدر يتحمل العلاجات إن شاء الله نتمنى لجميع الشفاء إن شاء الله ونتمنى للناس أنهم يكونوا حذرين في مسألة صحتهم وكل ما يتعلق بالكشف المبكر إن شاء الله دكتور حسام حداد متخصص في أمراض السرطانية كل شكرا على حضوركم شكرا